أربعة مشال عشرين يمكن في الأولى الأخيرة الشهرين اللي فاتوا بما فيه أزمة علامية بس لقينا الشعب المصري يمكن أكتر شعب في العالم عنده تكافل اجتماعي غير عادي وكمان الفترة دي بيدت لنا الجمعيات الخيرية اللي سهل نحن نصلط عليها الضوء زي ما بنقول للناس اللي بتشتغل بجد مصري فيها أكتر من عشر تلاف جمعيات خيرية لو عدينا كده الجمعيات الخيرية اللي بتشتغل صح هنلاقيهم متين أو أقل من متين معنا النهاردة جمعية خيرية بدأت نشاطها تقريبا من 15-16 سنة اسم الجمعية عاجبني قوي لأنه فيه أمل والنهاردة معنا ضيفة عزيزة عليها هتكلمنا عن نشاط الجمعية فاخران النهاردة نرحب بمهندسة جهان ريحان رئيس مجلس إدارة جمعيات المصباح المضيء الخيرية أهلا وسهلا بيك أهلا بحضر من ورانا وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم الله أكبر ومرسي على المجهود الغير عادي اللي انتو عاملينه بحب هقول علشان كل حبابنا في الشعب المصري فبشكرك نيا باتا عن كل الناس الله يخلي خليه بس نقول كده في الأول نبدأ عن تاريخ الجمعية المصباح المضيء بدأتو ازاي واخترتو الاسم ازاي بأن الاسم كمان عاجبني قوي مختلف وسهل والناس ممكن ترددو بسهولة فالبداية كانت ازاي والاسم جي ازاي هو البداية بفضل الله كانت سنة 2005 من قبلها بشوية كنا بعض الزمايل كده في جهاز تعميلة قهراء كبرى قلنا ان احنا عاوزين نعمل حاجة وكنا بنجمع من بعض كده حاجة بسيطة جدا الجماعة بدأت بيها باثنين جنيه من كل واحد فينا باثنين جنيه نعمل حاجة موما عادنا نحاول نستيعد الناس ونساعد بعض الأسر لقنا ان احنا لازم نعمل حاجة اكبر فقلنا لازم نعمل ايه نشر جماعية بشرط ان احنا نقدر ندعي عدد اكبر مننا لدخول معانا يعني تبرعات تزيدنا لنساعد ففضل الله بدأت جماعية المصباح الموضي هي ان شاء الله يعني المصباح الموضي يعني يودي الصاحب الوافي كالمصباح الموضي والمصباح الموضي يعني يودي احنا كالصاحب الوافي تصاحب الوافي اللي بيودي الامل للبيوت المصرية طب خليني بس قبل ما أكمل كلامي مع حضرتك أنا وهن حينزل دايما على شاشة طول ما حد نتكلم رقم التليفون الخاص بالجمعية اللي هو 16-093 وممكن المندوب يصل في أي مكان للتبرع طبعا وكمان ممكن تتبرعه онлайн عن طريق الموقع الخاص بالجمعية www.16093.tel كمان ممكن تخشوا على صفحيتهم على فيسبوك جمعية المصباح المضيء الخيرية ممكن تتبرعه من داخل مصر أو من خارج مصر على حسابات بنوك كتير قوي هتلاقوا حسابات بنوك موجودة على صفحيتهم على الفيسبوك أو ممكن تسألوا من خلال رقم الاتصال أو تخشوا على الانلاين عندهم عن موقع تعرفوا أرقام حسابات بنوك كمان ممكن اللي هو انتوا وعدين في البيت وعايز أطلب من صحابي الصغيرين دلوقتي انتوا وعدين في البيت وحنا سنكون بنقول الشعب المصري من أكتر الشعوب اللي باينت في الأزمة الأخيرة وقد ايه كلنا قلبنا على بعض وقد ايه كلنا عارفين ان في بيوت وفي بعض الناس مش قادرة تشتغل الفترة اللي فاتت وممكن يكونوا تأثروا وحنا داخلين على أعياد ورمضان فانا هطلب من صحابي الصغيرين قبل الكبار هتمسك الموبايل بتاعك دلوقتي بعد ما تستأذن منطق وباباك وهتبعت رسالة على 95224 رقم 95224 كده هتكونوا اتبرعتوا لما تبعتوا هتكتبوا في الرسالة رقم 5 هتدوسوا على رقم 5 كده معناها انتوا اتبرعتوا بخمسة جنيه للجامعية خمسة جنيه ممكن تقولوا ايه خمسة جنيه دي هتعمل ايه لا ما هو خمسة جنيه على خمسة جنيه على خمسة جنيه هتعمل فلوس كتير قوي للجامعية وهنوريكوا دلوقتي الانشيطة الخاصة بالجامعية وهنوريكوا قد ايه هم بيوصلوا لأماكن كتير قوي بيعملوا حاجات حلوة قوي اللي الناس بيكونوا محتاجين فبطلب مرة تانية من صحابي الصغيرين تفتحوا الحصارات بتاعتكو واكدنا هتطلعوا لخمسة جنيه بس هتتخسم بعد كده من حساب بابا وماما طيب هرجع على حضرتك مرة تانية ونتكلم بقى عن الجامعية وانتو كمان بتعملوا حاجات مهمة او في الصعيد لاهلينا في الصعيد فتعالين مع بعض كده نشوف بعض الصور للبيوت اللي انتو بتعملوها في الصعيد وحدك تتعلقين عليها حطونا كده اول صورة لو سمحت ده تسئيف البيوت احنا بفضل الله لما دخلنا في الصعيد لقينا بيوت جدرانها متهتمة السقف ما يحميش فاحنا عملنا حاملة اسمها ايه قسطر قسطر دي ان احنا نيجي نشوف البيت المتهدم بنهده ونبني مبانيه من اول وجديد وبعدين بنعمل السقف كنا الاول بنعمل سقف خشبين قلنا لأ هي مرة واحدة صح يبقى سقف ايه خرصانة بفضل الله وندخل نعمل لهم البيارة بتاعتهم وندخل الكهرباء والمية ونقفل باب وشباك يبقى احنا كده اعملنا بيت هنا البيت ده قابله وبعد يعني كان من غير سقف بصوا السقف عبارة عن خشب وممكن بقى الدنيا تمطر عليهم والتراب يخش لهم ويعنا فش ينامه ويبرده وفي الصيف في الشمس تخش وارونا والجنبها هنا بقى البيت لي سقف خرصانة الصورة اللي بعدها لو سمحتوا هنا برضو حضرتك ده البيت بقى ده انتوا هنا بنيتوا بيت بنينا بيت بنينا حوائط وسقف وبيب وشباك وسطرنا نجدعوة بقى من نحمر او نبيض او نعمل لا خلينا نسطر لان نقدر نعمل بيت تاني ان شاء الله وتالد بعد كده بإذن الرحمة وعايز اقولك ان انتوا حتى لو ده ما اتمحرش وكده انتوا حلو انتوا مختارين اللون الابيض اللون الابيض حتى مع اللون المحارة مش المحارة الجري اللي هو بيلزقوا بيلتوب هو شكل وكده حلو اللون كاميرا فوق ويعني والشيشان خشب محترم حاجة لطيفة جدا ورهونا الصورة اللي بعدها لو سمحتوا اوكي ده ايه بقى ده يدخل مية احنا بفضل الله برضه في السيد بندخل مية هي حضرتك المية بتبقى مسلا ندخلها لأول الشارع هو عايز يمدى من أول الشارع يدخلها البيت دي ما عندوش امكانيال كده فاحنا بفضل الله بنا رحنا تعاقد على عداد المية بتاعه وبندخله المية عشان احترام الأدمية بتاعته يبقى كده الحمد لله يعني دخلت له حاجة مهمة جدا المية طيب بما انا وجهت كلامي لصحابي الصغيرين في الأول وهم بيسمعوا كلام أولي فحطوا لي أول صورة تانية عشان بس أنا عايز أوريهم حاجة الصورة اللي فيها بيتني غير سأف أنا عايزكم تتخيلوا ان انتوا قاعدين في بيت مالوش سأف تخيل انت بقى عندك بيتك والسرير وعندك التليفاجين وعندك الكمبيوتر وعندك الموبايل وكذا 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 بس في غيرك ما عندوش أصلا سأف وما عندوش أصلا الحمام داخل فيه مية وهنا برضو الجامعية بتوصل مية لغاية جوا البيت تخيل نفسك كده انت بتصحى الصبح عايز روش التوالد فما تلاقيش فيه توالد وما تلاقيش فيه حنافية أصلا ما فيش مية جوا بيتكو فتقول لمامتك أو باك هنعمل ايه فماما أو بابا يروحوا لآخر الشارع بحلل وجراكن يجيبوا لك مية عشان حالك تستحمى تخيلوا فيه ناس كده في مصر كتير وكانش عندهم ولا حنافية ولا تولات علشان يستحموا والكلام ده كله هنا جامعية المصباح المديق بتوصل المية لغاية جوا البيت وبنشكرهم على ده وعشان كده أنا وجهت كلامي ليه لكله بقى سوالين لكبار ان احنا لازم نتبرع شيروا الصورة حطنا الارقام مرة تانية طيب غير بناء البيوت ودخول المية والكلام ده بتعملوا ايه كمان؟ بنعمل حاجة احنا بنحبها جدا كفالات الأسر كفالات الأسر عندنا الأسر بتاعتنا طبعا هي فيه أسر أرملة وولادها في التعليم وفيه الكفالة اللي احنا نحبها جدا كفالة الأسرة اللي رب الأسرة فيها مريض مريض أقعده فعلا عن العمل مريض بفشل كلوي مريض بسرطان مريض بشلل كفيف عنده كبد ودولي في المريء الناس دي فعلا يا جماعة مش هتقدر تشتغل صحيح فدي احنا فعلا بنحب ندخل وربنا قال الفقير ومسكين طب احنا يعني مش هنقدر نكفي كل الفقر ومسكين فنجيب بقى الراجل اللي فقره نتج على انه يعني ما عندهش الصحة اللي عندنا صحيح فاحنا نحاول نساعده متوصلون لهم ازاي الأسر دي اغلباء التسعين في المياه من الأسر دي بيبقى نفسهم عزيزة قوي وميحبوش طلبهم محبوش يبانوا بيقوموا كسوفين انتوا ازاي بتوصلوا لهم احنا دلوقتي مثلا احنا بنودي يعني تركيزنا كله بني سويف والميني فاحنا عندنا مش في اجتماعي هنا ومش في اجتماعي هنا مش في اجتماعي بينزل على القرى وبنختار مناديب لنا في كل قرية المناديب دول بيقدروا يجيبوا بعد كده لنا الحالات وننزل نشوفهم وفي اول ما بدينا خالص نزلنا معاهم قلنا لهم ايوه احنا عاوزين الحالة اللي كده والحالة اللي كده عشان نقدر نساعده اوكي كمان في اولوية انت بتبقى شايفة اولوية لايه في الحالات ماش كده والله الاولوية تبقى ليه انا عاوز اقول بس ليه الرجل اللي تعبان ده مصروف عليه كمان يعني مريض الفشل الكلوي احنا نقول انه طبعا يعني بيخسر لحساب الدول طب حضرتك عارف يعني ايه مريض الفشل الكلوي ينتقل من مكان لمكان عاوز يعني عاوز موصلة شكلها ايه عاوز فلوس قديه عشان يروح ويجي عاوز ادوية قديه فبقى حمل كمان على بيته طيب انتو موضوع الفشل الكلوي انتو مهتمين بيه جدا ومش عارف دي مستشفى وانتو زودتوها بالاجهزة واللي عملتوا ايه وانتو بنيتوا حاجة بقى احنا عندنا مكان بتاعنا في التجمع الخامس فاختطعنا منه جزء وعملنا في وحدة غسيل الكلة ومعانا على الشاشة الشكل الوحدة والامكانيات اللي فيها وفضل اللي لما جينا نختار اخترنا احسن حاجة موجودة في السوق علشان يعني ده روح بناتها صحيح وبعدين ما جينا نختار برضه واخترنا الكرسي بيتحرك مريح علشان ده ابن قدم يا أستاذ شريف قعد أربع ساعات بياخد الجلسة في ثلاثة يام فكل أسبوع يبقى 12 مريض حضن المكنة وماشي بيها صحيح فلازني أمر تايح فلازني أمر تايح صحيح طب انتو كمان مهتمين جدا بمرضى السرطان وعملين دار استضافة لمرضى السرطان كلمين عن دار استضافة ومرضى السرطان هل يعني مش فاهم يعني دار استضافة بيجوا يباتوا فيه بيجوا يتعالجوا فيه بياخدوا الكيماوي ايه اللي بيحصل بزرطان لا هو دار مرضى السرطان مكمل للمستشفى يعني المستشفى بتيجي السيدة مثلا من أي مكان في مصر يا إبلي يا بحري طب حتعد فيه آه بتبات بتبات بقى بقى ابنها أو كده آه يعني أو السيدة اللي بتيجي برضو هي بتقعبانا وبتاخد الكيماوي آه ما تقدرش تروح ما تقدرش تروح يعني مثلا كان عندنا آخر حاجة مثلا وهم معنا معايش بقطع كلام حضرتك ده شكل المبنى الخاص دار استضافة مرضى السرطان ودي شكل القوض والسراير وشيء طبعا في منتها النظافة وفي منتها الشياكة في نفس الوقت بشكرك على كل المجهود ده ده ما كانوا فين ده في التجمع الخامس ان شاء الله أوكي طب برضو إزاي بقى يعني الناس بيجولكوا برضو بتختارهم على الأسف إيه نهم يتم استضافتهم إحنا بتفقين مع المستشفيات إنه هو لازم بيجينا بيجينا عن طريق برضو جواب من المستشفى إن المريض ده هيقعد مثلا يومين ثلاثة شهر لازم بيجينا جواب من المستشفى بذلك وبعدين إحنا بقى بنوديه وبنجيبه بتاع الجماعية طبعا الوجبات كلها بتتقدم له الحاجة اللي عاوز هحط تحتها 200 خط يعني وشكري مني للعملين بالجماعية قد إيه بيعملوهم معاملة إنه هم ياولدهم ياأخوتهم الحاجة كمان الجميلة إن الست دي بتنزل في بلد ما يشعر فيها وبتحس بالأمان معنا بتحسش بغربة لكنها في بيتها في وسط عائلتها أهم حاجة دي بتحس بالأمان والنظافة الشباب بقى اللي بيشتغلوا معاك كلهم متطوعين ولا ايه لا هم بيعملوا يعني الأغلب بيعمل اللي معنا الأغلب بيعمل بس حقيقة والله لو مصر كلها شباب جمعية المصباح المضيق اللي بقينا فوق أمريكا بكتير وإن شاء الله دي حال بس لو في دلوقتي ناس سمعنا ودلوقتي أنت عارفة في أجازات الشباب ما بيروحوش الجمعة وكلام ده كله هل ممكن يتبرعوا إن هم يساعدوكوا من غير ما ياخدوا فلوس يجوا تبرع إنهم عندهم وقت فاضي فممكن يجوا يساعدوكوا ويساعدوا الشباب اللي عندوكوا ما عندكش مانع في كده لا طبعا ما عندناش مانع وإحنا طبعا دلوقتي كمان في الأوقات اللي بتمر بيها يمر بيها العالم كله إحنا طبعا بنحاول نشارك فإحنا بنعمل شنط شنط الإغاثة الشنط بتاعتنا دي إحنا بنقول إن إحنا بنوديها للناس اللي هي للأسف الظروف حاكمت عليها إن هي تقعد في البيت فدي بتساعدها إن هي تكمل شوية لمدة أسبوع أو أسبوعين تكفيها فيها إيه بقى شونا دي الشنطة فيها بفضل الله خمس كيلو رز ثلاثة كيلو مكرونة اثنين كيلو سكر سمنة زيت اثنين كيلو دي احتياجات الأسرة تكفي أسبوع وممكن تكفي أكتر أكتر الأسرة إيه خمس ستة مفار أوه إن شاء الله طبع أنتو كمان عندكم المساعدات مش عايزة أقول كلمة مساعدات الهدايا هقولها عليها الهدايا الموسمية عندكم شنطة رمضان عندكم حاجات خاصة بعيد الأطحى اللحمة حطونا لو سمحتوا كاراتين رمضان الخاصة بالجمعية عايزة عرف برضو بإحنا خلاص شهر رمضان كل سنة وحديك طيبة فاضل عليه ست يام فإنتو الجمعية جهزت إيه وكارتونة رمضان فيها إيه هي جمعية بفضل الله في كل رمضان إحنا بنعمل كارتونة رمضان بنوزحها على أهلينا والأغلب بيبوا في الصعيد وبعدين كمان طبعا بنيجي نعمل وقبة الإفطار فضل الله السنة اللي فاتت كنا ممعدل ألف وواحد إفطار يومي بس السنة دي مش هيبقى فيه مقيدة الرحمن لا احنا بنعملش مقيد الرحمن احنا من زمان بنودي لحد البيت احنا بنوصل لحد البيت احنا الأول كنا بنعمل في القاهرة وبعين ودينا بقى بقينا يشتغل في منسويف وفي المينيا بنوصل لهم الحاجة لحد البيت اوكي ما بنستعملش في المواقد الرحمن اوكي طيب معلش كارتونة رمضان فيها ايه برضو أحب أعرف هي بتبقى نفس المكونات تقريبا اللي احنا قلناها دي بتبقى برضو رز ومكارونة وسمنة وزيت وشاي وما سن فاصوليا زيفة كبيرة يعني ممكن تاخد أكتر من أسبوعين على الأقل اه يعني لأ هي فضل الله بسمه ما شاء الله يعني هي في حدود 14-15 كيل اه اوكي ما شاء الله طب لو فيه ناس عايزة تشتري منكم الكارتين دي وتوزحها دي ينفع ولا ما فيش الابشن ده لا الابشن يعني أصعب وخصوصا اليام دي أصعب متحركة وكده يعني منحب ان هي بتعيدنا طيب دلوقتي مصادر داخل الجامعية هي التبرعات مظبوط وإحنا عايزين الناس تتبرع لكم فحرجع مرة تانية أعيد ممكن اللي التبرع هتتصلوا على 16-093 المندوب هيوصل لكم لغاية باب البيت ياخد التبرع كمان ممكن تتبرعوا أونلاين عن طريق الموقع الخاص بالجامعية www.16093.tl كمان الفيسبوك بيج خشوا اعرفوا كل أنشطة الجامعية جامعية المصباح المدي الخيرية ممكن اللي خارج مصر وداخل مصر في بنوك كتير قوي الجامعية بتتعامل معاها ممكن تعرفوا أرقام حسابات البنوك دي من على صفحتهم على الفيسبوك كمان للصغيرين والكبار ممكن تتبرعوا بخمسة جنيه انتوا تجيبوا دلوقتي حالا الموبايل وترسلوا رسالة قصيرة على الرقم اللي هقوله هيظهر على الشاشة 952224 و هتدوسوا بعد كده على الرقم خمسة ده معناها انتوا الجامعية أنا بشكرك ان انتو اخترتوا 14 شريف تبقوا معنا فيه النهاردة ونتكلم عن الجامعية عايزة تتزاودي اي حاجة حضرتك اه عايزة اقول ان الجامعية من ساعة 2005 بتتبنى عملية الكفالات اللي هنشرح طال حضرتك بجد عاوزين الناس معنا في الكفالات تيقلي الناس حست قوي باللي احنا بنقوله الايام دي لما بتدينا نقعد في البيت اتمنى بقى بعد الكروه ما تخلص اللي قعد في البيت يارف يعني ايه يطلح هو كمان كفالة يكفل بيها اللي بني آدم اللي يعني صحته مش مساعداء على كده ونتمنى ان الناس تبقى معنا في الفكرة دي وتوصل لها موضوع ان الكفالة دي جزء من زكاة المال اللي هو بيطلح صحيح قبل ما نختم عليش انتوا كمان تعملوا جهاز العروسة هتقلنا صورة جهاز العروسة وجهاز العروسة ده مكون من ايه احنا عندنا جهاز العروسة يبقى الغسالة والتلاجة والبتجاز احنا عملنا في رمضان اللي فات في المينيا بفضل الله فرح جماعي لمية عروسة ده كان حية جميلة جدا اسعدناهم بفضل الله وسعدنا معاهم ان هم البنات دي تقدر تاخد حاجتها وان شاء الله تقدر يتم الزواج بتاع حبيه انا بشكرك شرفتين ونورتين وبشكر كل القائمين على الجماعية عندكم اشكروا هم لي شخص شخص وكل سلامت طيبين ودائما في احسن حال وبشكرك على حبكم لاخوتنا من الشعب المصري وانتوا دائما بتحاولوا تكونوا وقفين معاهم في اشد الظروف بشكرك شكرا لك بشكر نهاردة معانا مهندسة جهان ريحان رئيس مجلس ادارة جامعات المصباح المذيء الخيرية خلينا نشوف فاصل بعد الفاصل عندنا فاشن شو ومعانا نهاردة ومصومة الازياء شام الجابي خليكم معانا راسوا واحد